اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجمهورية المستشار احمد فهمي صرح بان زيارة نائب رئيس وزراء ايطاليا للقاهرة على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الايطالية تأتي في اطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وايطاليا والارادة السياسية القوية لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للامام بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين حيث اكد السيد الرئيس في هذا الاطار على ترحب مصر بالمسؤولين والشركات الايطالية التي تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر منوها الى وجود افاق واسع للتعاون الاقتصادي على جميع الاصائضة وهو ما ثمنه الجانب الايطالي مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ووضع حجر اساس لمزيد من التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز وجود الشركات الايطالية في مصر لسيما في مجالات الزراعة والغذاء في ضوء الاهمية الحيوية للعمل على تحقيق الامن الغذائي خلال المرحلة الراهنة التي يعاني فيها العالم من ازمات متتالية في هذا الصدد وذكر المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد ايضا التباحث حول عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي بين البلدين وكذا تبادل الرؤى بشأن الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تم التطرق الى قضية الهجرة غير الشرعية وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل في هذه المجالات خلال المرحلة القادمة لتعظيم الاستفادة من الامكانات الكبيرة لدى البلدين ومواصلة التنصيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسيا واقتصاديا اشتركوا في القناة